السلام عليكم اخواني الكرام انتم من الله عز وجل انكم تكونوا بصحة جيدة في هذا الفيديو ان شاء الله نبدأ نشير واحد النقطة مهمة هو انه من بعد تسجيل كما تعرفوا قد جي لمرحلة المصادقة قبل المصادقة نختار المديرية اللي بغيت انايا الأغلبية كي تسنى المناصب الشاغيرة المناصب الشاغيرة هي الخاصة اللي كان في كل مديرية كتتعلن عنه المديرية ومن بعد تشوفوا الاساتي المترشيحهم المديرية اللي فيها اكبر عدد يحاولوا يترشحوا ديك المديرية مثلا انا في الضربة دولة الرباط كان اعرفي ان المديرية ديلي كتطلبوها العدد قليل ماشي مثلا بحال تارودانت ولا ازيلال ولا ابديملال كتطلبوها العدد كبير اذا كنحاول ندفع مثلا لها المديريات ربما الاحتمال للنجاح اكبر غير النقطة اللي بيت نشر لها هو انه مني كان نترشح في واحد المديرية خاصة نعرفك بانني كان قمعيين في ديك الاكاديمية مثلا انا في اكاديمية الدربدة ترشحت في الاكاديمية الدربة خاصة نعرف ونخطط بانه الحياة الدلي او المستقبل الدلي او الاسرة الدلي ستنتقل تهيئ معي الاكاديمية الدربة يعني ارتباطات الدلي المدينة اللي انا فيها ستتحول ستنتقل منطقة اخرى يعني حتى الانسان اللي عنده اسرة عنده احد زوجة خدامة او اللي عنده ولده يقرأه ستنتقل معه ستنتقل معه ستنتقل حتى هو المديرية الجديدة و الانتقام الاكاديمية ستنتقل موظف متابع ديك الاكاديمية الجديدة اللي انتقلت لها ما نعطاكم مثال انا في الضربدة ودفعت الاكاديمية يعني انا كتتكاري في الضربدة كتتخدام كانت زوجاتي عشيتي يخدمها في الضربدة الاولاد جالك يقرأوا في الضربدة ولفت العامل والاجواتها على الضربدة دفعت المديرية دي مثلا تلو دانت ولا ازيلال ولا خنفرة لانني شفت العدد كبير منيك التعين تمقن ان شاء الله خاصك تعرف بان الاسرة تعتكرة هي التحول التمكتها يعني خاصة نفكر لهالبصة اللي غدي نتفعلها مش غير حيث العدد اللي طالبين كبير لا خاصة نفكر بحتى الاسرة والمستقبل انا واش نقدر نعيش في ذاك المنطقة واش الاوضاع ديالها الاقتصادية والاحتلة الاجتماعية يعني كتتوفر فيها الشروط الاساسية للعيش كين المستشفيات كين مداريس كين جامعات لان المستقبل ديالك هو في ذاك المنطقة اللي غدي تعين فيها لذلك يعني من ما يترنيش عدد المناصب الشاغيرة ونمشي الواحد الجهة اللي ما عرفاش واحد المنطقة اللي ما عرفاش راه احياناً كتتمشي تعين في منطقة جبالية مو نقطعها برد ما كانش الوسائل الضرورية للعيش ما كانش مستشفيات ما كانش جامعات يعني كتتضحي براسك واحتر اثرتك كتتكرفس معاك وقد تقول ربما الحياة جالي قبل كنت احسن كنت في المدينة كان كل شي قريب لي ولكن من بعد تعين كانت تواجه صعوبات كثيرة لذا الانسان يفكر مزيان عادي يختار المناصب